بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم أحبتي في حلقة سريعة جدا ومختصرة نتحدث بها عن أنواع الحج ثلاث في بضع دقائق فقط لنتحدث عن العمرة أولا تبدأ العمرة بعقد نية العمرة فتسافر نحو مكة ثم تحرم تلبس ملابس الإحرام عند وصولك للميقات وتتوجه إلى المسجد الحرام للطواف تطوف سبعا حول الكعبة ثم بعد الطواف تتوجه للسعي بدءا بصفا فتسعى سبعة أشواط ثم تختم السعي بالحلق أو بالتقصير تلك كانت العمرة بعدها تعود من حيث أتهيت أما الحج تبدأ بالحج بعقد نية نية الحج فتسافر نحو مكة تحرم أيضا تلبس ملابس الإحرام عند وصولك للميقات ذو إحرامك تبدأ بالتلبية متوجها إلى المسجد الحرام للطواف فتطوف سبعا ثم بعد الطواف تتجه إلى الصفا للسعي فتسعى سبعة أشواط ثم تتوجه إلى ميناء اليوم الثامن تتوجه إليها وتبيت إلى التاسع إذا طلعت شمس التاسع تسير إلى عرفة عرفة هي الحج تقف بها يوم التاسع ثم يستمر ذلك إلى غروب الشمس فإذا غربت أفضت إلى مزدالفة فإذا وصلت مزدالفة صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم تحط رحلك وتجمع سبع حصيات تبيت في مزدالفة لتصلي الفجر ليوم العشر بها لتنطلق عائدا إلى ميناء في ميناء ترمي جمرة العقبة بعد العقبة تنحر الهدي ثم تحلق وتتحلل بعد ذلك تنزل إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة ثم ترمي الجمرات أيام التشريق تطوف طواف الوداع وتعود بعد ذلك من حيث أتيت وبعد هذا العرض السريع المختصر جدا عن مناسك الحج والعمرة يمكننا الآن أن ننظر في حال القادم للحج الذي قدم في رحلة من بلاده لكي يحج أمامه احتمالا أن تكون رحلة هذه مخصصة للحج فقط أو أن يجمع مع الحج هذا عمرة أيضا فيكسب مكسبين فإن أراد ذلك يمكنه أن يقوم بالعمرة ثم يتبعها بالحج ويكون العمرة والحج هنا منفصلان تماما يبدأ بالعمرة أولا ثم يتحلل ويتمتع ثم يبدأ بالحج بعد فترة إذن لو كان يريد أن يأتي لمدة طويلة إلى أرض مكة أمضى شهرا أو شهرين في هذه الحالة هذا الحل مناسب له يبدأ بالعمرة يتحلل يتمتع إلى أن يأتي وقت الحج فيقوموا بأداء الحج أما الحل الآخر إن كانت رحلته سريعة ويريد أن يكسب العمرة في هذه الحالة يقرن الحج بالعمرة فيشتركان في طواف وسعي واحد وهنا لا يتحلل إلا بعد إتمام الحج هناك احتاج للتحلل لأن الفترة ما بين العمرة والحج فترة طويلة هنا باعتبارهما مدمجان معا لا يتحلل إلا بعد إتمام الحج إذن هناك النوع الأول أن يأتي فيحج فقط في رحلته هذه وذلك يسمى بحج الإفراد وهناك النوعين الآخرين حيث يأتي بالعمرة والحج معا في هذه الرحلة الحالة التي يتمتع بها بين العمرة والحج تسمى حج تمتع أما الحالة التي يختصر بها العمل ويحج ويعتمر في وقت قصير تسمى حج القران لأنه قرن ما بين الحج والعمرة في آن واحد لذلك سمي هذا الحج بحج القران في التمتع إذن طواف العمرة وسعيها غير طواف الحج وسعيها بينما في القران وما يشتري كان معا في نفس الطواف والسعي وطواف العمرة وسعيها هو ذاته طواف الحج وسعيها نوضح ذلك أكثر من خلال الرسم حج القران يقرن فيه الحج العمرة بالحج فيتكون المناسك مشتركة لكل من الحج والعمرة في آن واحد بينما حج التمتع يتم عمرته ثم يتمتع يتحلل ثم يقوم بالحج فالعمرة أولا يليها الحلق والتقصير وفك الإحرام وهذا التمتع ثم يلي ذلك مناسك الحج إلى أن يتمها كاملا إذن في حج التمتع العمرة والحج منفصلان تماما يبدأ بالعمرة أولا ثم يتحلل ويتمتع إلى أن يبدأ بالحج بعد فتا وإن في حج القران الحج والعمرة مقترينان يشتركان في طواف وسعي واحد ولا يتحلل في هذه الحالة إلا بعد إتمام الحج في هذان الحجان كان هناك عمرة بالإضافة للحج لكن إن أراد الحاج أن يفرد الحج دون عمرة ذكرنا أننا نسمي ذلك في حج الإفراد في حج الإفراد هناك حج فقط دون عمرة مناسك الحج كاملة إلا أن الحاج ليس عليه في هذه الحالة هدي بينما الهدي مطلوب في كل من حج التمتع وهج القر وبهذا نصل أحبتي إلى ختام هذه الحلقة التي ذكرنا بها باختصار شديد جدا أنواع الحج الثلاث هذا والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا ومعلمنا ومرشيدنا خير قلق الله وعلى آله وصحبه وسلم شكرا